هذه المنطقة جنوب شرق بغداد 2 جنوب شرق بغداد بمسافة 12 كيلومتر هل هذه منطقة بساتين هل هذه منطقة تواجد عصابات يعني بالمعنى التوصيف الأمن عدكم لهذه المنطقة كيف تم استخدامها القوات الأمنية الماسكة لهذه المنطقة أين كانت حينها نقلت أو تمت العملية بهذا الشكل ما هي قراءاتكم لموضوع كهذا أكيد هي تعرف طائرات مسيرة هذه الطائرات طبعا هي مبرمجة على أحداثيات مبرمجة على أحداثيات وانطلقت المنطقة يوجد فيها مناطق بساتين وأيضا مناطق مبنية لدينا كل المعلومات الاستخباراتية لكن لا نريد أن نكشف حاليا تفاصيل بعض التفاصيل المهمة أستاذ نجيم لنترك الأمر لرجالنا الأبطال في أجهزة الاستخباراتية وهم يعملون الآن بدقة ومثل ما أشرت لك لا يظن أي أحد أن القوات المسلحة العراقية البطلة لا تستطيع الوصول إليه سنصل وسنلقي القبض على من قام بهذه العملية الإرهابية ويحال إلى القضاء لينال جزاء العادل طيب سيادة اللواء يعني أنا أثق بالمعلومة الاستخباراتية لذا أجهزتنا الأمنية بجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات هل كانت لديكم معلومات مسبقة أنه السيد القادة العام للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء سيتعرض لعمل إرهابي كما تسمونه الآن أعدكم معلومات؟ يعني كان أدنى معلومات أنه هناك ممكن أن يحدث شيء باتجاه سيد القادة العام للقوات المسلحة وكانت الأجهزة الاستخباراتية حقيقة تتابع لكن تعرف يعني موضوع الطائرات المسيرة أنا شرت لك قبل قليل لأنه أجهزة الكشف الرادارية التي موجودة لدينا هي ليست مخصصة لكشف عن هذه الطائرات وارتفاعات واطئة هناك أجهزة أخرى أعتقد هي مختصة بهذا الموضوع والمسافة والطريق التي سلكتها هذه الطائرات وارتفاع منخفض ما كان يعني واضح لعملية كشفها لكن بعد وصولها كان هناك يعني حقيقة معالجة وانتباه من قبل قطاعاتنا وأنا أؤكد أنه الجهد الاستخباراتي مستمع أيضا اليوم يعني ضمن المجلس الأمن الوطني تم تشكيل خلية برئاسة السيد قاسم الأعراجي مستشار الأمن القومي وسيد رئيس الكارن الجيش وسيد نائب عمليات مشتركة نعم وعدد من القادة وقادة الأجزاء الاستخباراتية للتحقيق والوصول وأؤكد لك أنه سنصل سنصل لمن قام بهذا العمل وان شاء الله قواتنا تلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى القضاء العراقي الوطني النزيه الشريف لمحاكمتهم سيادة اللواء يعني الفت انتباهي عبارة حذرتك أنت الآن قلت بها أن هذه الطائرات كانت على ارتفاعات منخفضة مما صعب أن تكشف بمعنى الجهة التي قامت بإطلاق هذه الطائرات تمتلك خبرة عالية في التعامل مع هذا وقد استخدمت هذا كثيرا ممكن نفكر بهاي الطريقة أكيد كل احتمالات وارضة أستاذ نجم كل احتمالات وارضة لكن أنا أشرت لك قبل قليل في حديثي أنه علينا أن نتوخي الدقة وأن نصل إلى من قام بهذا العمل نحن كقوات مسلحة لكن شاهد العالم أجمع مدى ضبط النفس والالتزام وعدم الانجرار وراء أي فتنة تحاول جر البلد إلى اقتتال وكل قطرة دم عراقية غالية وعزيزة علينا وواجبنا أن نتعامل بحكمه وبيقضي وبانتباه وأن نتعامل مع من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار بكل قوة وحزب طيب الطائرات المسيرة التي قصفت منزل القائد العام شلو نوعية المقذوفات التي كانت تحملها وهل توصلتم من خلال الشضايا المتبقية أو الصواريخ التي نشرت اليوم أن هذه مصنوعة في أي دولة من أي مكان هل أعطتكم مؤشرات تؤكد الجهة سيد نجماني قلت لك أن الأخوان في الأجهزة الاستقباراتية تم الأثر على مقذوفات تحملها هذه الصواريخ الآن يجري التحليل وتدقيق هذه المقذوفات هناك أزاء أيضا من الطائرة تم العثور عليها والعمل جاري من قبل الجهد الاستقباراتي والأدلة الجنائية وكل المختصين في هذا الموضوع للوصول إلى بعد استكمال التحقيق إن شاء الله وجمع كل الأدلة وأشرت لك أنه لا سنقعد لا سنقوم بغمضلنا عين ما حدث اليوم هو استهداف لسيادة العراق استهداف للعراق والعراقيين يعني اليوم رأس الهرم والسلطة في الدولة العراقية يستهدف إذن ممكن أنه أي شخص الآن يتم استهدافه لهذا نحن نعمل بجد وبانتباه وبيقضى وفق تدقيق وصحيح إضافة إلى ذلك أنا أشرت فيه كلامي اليوم هناك إدانة دولية كبيرة لما حدث من استهداف للسيادة العراقية ونحن لا نريد أن يكون هناك أي رسالة سلبية للعالم أجمع اليوم العراق بعد الانتصار على إصابات داعش وتحقيق النصر العسكري اليوم اختلفنا بشكل كبير هناك استقرار أمني واضح هناك انفتاح من جميع دول العالم على العراق وأصبح العراق نقطة مهمة لجميع الدول لهذا علينا أن نتكاتف وأن نعمل بهمة رجل واحد من أجل الشعب العراقي من أجل مستقبل أطفال العراق